اشتركوا في القناة والمغربي منصف أسلاوي رئيسا لبرنامج تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا أعلنت وزارة الصحان تسجيل 29 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم السبت ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 6681 وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا بالمغرب أن عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 3475 حالة بعد تمثل 75 حالة جديدة للشفاء فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 192 بعد تسجيل حالتين جديدتين وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 77414 حالة هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في تدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية بمجرد شروع مستشفيات المملكة في استقبال حالة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حتى استنفرت الإدارات بجميع مصالحها بما في ذلك تلك المتعلقة بالنظافة والسعيمة العملية لم تعد كما كانت في الأيام العادية فرغم أن نفايات المرضى والنفايات الطبية تحتاج دقة كبيرة في التعامل معها إلى حين وصولها المطرح النهائي إلا أن نفايات مرضى كوفيد-19 تسجل خطيرة والتعامل معها يكون بحذر وانتباه شديدين النموذج نسوقه من الرباط في روبرتاج لكريم أمزيان سلمة غزالي وأشرف شقيري بمستشفى بن سينا بالرباط وحدة النظافة الاستشفائية توجد في حالة استنفار دائم وعمل وطقمها يستمر طوال الساعات اليوم غير أن وطيرته أصبحت مرتفعة ودرجة الحذر والانتباه فيها أضحت أكثر دقة فخطورة فيروس كورونا تحتم على الفريق اعتماد بروتوكول خاص خلال روتينه اليومي سواء في الفضاءات التي يرتادها المريض أو تلك التي يمر منها أولا تنشوف الازابارة علي الفريق cheesy التي يغانز horizont القادر ل attributed of them تنشوف تاني حاجة تنشوف المواد المطهرة التي يتستجب المعايير علمية لأنها تستجب القضاء على الفريق ثالثة تناخد المنظف يслиز أساع نفس года يعني ما يخص الأساس الذي تتفاون في المستشفى تناخد المنظف يلك الغذال準 وحدة نظافة الاستشفائية لا يقتصر فقط عملها على مراقبة ومتابعة عمل شركة النظافة المفوض لها تدبير القطاع داخل المستشفى وفق دفتر التحملات الخاص بل تحرص أيضا على عملية تعقيم المسار الذي يسلكه المريض من مدخل المستشفى إلى غاية وصوله غرفته فضلا عن عملية تعقيم غرفة كل مريض غادر بعد استشفائه وتعقيم فراشه وغطائه وغيرها من مستلزماته قبل وضعها في أكياس بلاستيكية وإحالتها على الشركة التي ستنظفها بطريقة خاصة إلى جانب عملية التخلص من فضلات المرضى وتعقيم المرافق الصحية التي يستعملونها الحالة الكوفيد هي حالة أكسبسيوني لأن من تنكون في الكوفيد تكون كل شيء لانتوراج المريض تكون أمفكتة يعني مقيوس بالفيروس ساع كورونا يعني مباشرة تنخدو الألواء تحتفرد علينا أن نستعمله لهم ساك بلاستيك حمراء اللي تنجر فيهم حمرين هالساك بلاستيك اللي تتكون فيهم واحدة المعايير الدولية أنه غير قابلين زيما باش يتلقوا السوائل هذه النفاية الطبية تنجمعوهم في السيرفيس مباشرة تنجر في كونتونير كونتونير هو واحد علبة بلاستيك اللي هي غير قابلة تكون سهلة باش تهرس وفي نفس الوقت تكون فرمة إرميتيك موما تسمح بخروج الروائح وخروج مثل المياه وننتر قبل ما تخرجوا تنجروا واحد دبل أمبالاج للكونتونير الداخل هالساك غوج وتنإدانتيفيهم أنهم هادل ديشين راسون إدانتيفي كوفيد قبل ما تنخرجوا تنقوموا بتطهير ديالهم بمواد مطهيرة التي تتقضي على الفيروسات قبل ما تتخرج في واحد ديشاريهم اللي هما سبيسيفيك لنقل هذه النفايات إلى المطرح النهائي اللي هو عدنا داخل المستشفى ليست الأطقم الطبية والفرق التمريدية وحدها التي توجد في مواجهة مباشرة مع مرضى فيروس كورونا المستجد فجولة صغيرة في الأقسام التي استقبلت هؤلاء تكشف كيف تجندت لخدمتهم تواقم تتكون من فرق يتشكل منها إلى جانب الإداريين والأطباء والممردين تقنيون يحرصون على التنظيف والتعقيم أفادت معطيات صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي بتصدري المغرب قائمة الدول المغاربية والعربية والأفريقية في تعزيز الانتقال الفعال للطاقة هذا واحتل المغرب المركز الحادي والخمسين عالميا والأول عربيا وأفريقيا في المؤشر الذي يقيس أداء مائة وخمسة عشر اقتصادا على مستوى الأداء في مجال الطاقة التقرير من أعداد ويآن فرج احتل المغرب المركز الأول عربيا وأفريقيا في مؤشر التحول الطاقية العالمية والمركز الحادي والخمسين عالميا بتنقيط بلغ ستة وخمسين فاصل خمسة عالمية وحسب ما كشف عنه المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير شديد حول التحول في مجال الطاقة للعام الجارية حصل المغرب في مؤشر فرعي لنظام الأداء الطاقية على نسبة واحد وستين في المائة فيما حصل على واحد وخمسين في المائة في الاستعداد للانتقال إلى طاقة آمنة ومستدامة وأكد المنتدى أن المملكة حافظت على الريادة الإفريقية والعربية والمغاربية رغم تراجعها بأربع نقاط على المستوى العالمي مقارنة بالسنة الماضية مشكلة بذلك أحسن نموذج في تحول التقي بالمنطقة ويقيس مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي وأداء الدول المتعلق بأنظمة الطاقة من خلال مجالات التنمية الاقتصادية والنمو إضافة إلى الاستدامة البيئية وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول كما يقيس المؤشر مدى استعداد الدول للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ومعقولة التكلفة وأضاف المنتدى في تقريره أن المغرب حقق مكاسب كبيرة على هذا المستوى من خلال القيام بعدة إطلاحات مرتبطة بالمجال التقي على غير لكل من كولومبيا والتشيك والمجر وكينيا وتايلاند والإمارات هذا وتصدرت السويد مؤشر التحول في مجال الطاقة للسنة الثالثة على التوالي تليها السويسرا وفنلندا والدنمارك طالبت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية الحكومة بوضع خطة مالية مستعجلة للمحافظة على القطاع وتفادي خسائر مالية كبيرة قد تصل إلى 17 مليار و300 مليون درهم وشددت الفيدرالية على ضرورة دعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز القدرة التنفسية للصناعات الغذائية المحالية بصفتها قطاعا استراتيجيا أعود إليك وأنفرج سجلت دراسة للفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية انخفاضا في رقم معاملات الشركات العاملة في المجال بنسبة 30% خلال شهر أبريل المنصرم فيما أكدت أن الأضرار النتيجة عن تفشي جائحة كورونا تبقى أقل حدة مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية وأوضحت الدراسة أن قطاع صناعة الشوكولاتة سجل تراجعا نتيجة الخفاض الطلب بنسبة 65% كما انخفض الطلب على المشروبات بنسبة ذاتها وتراجعت مبيعات نشاط إنتاج البسكويت بنسبة 60% وفيما يتعلق بصناعة الأجبان سجلت الفيدرالية تراجعا في المبيعات بنسبة 30% فيما تراجعت منتجات الشاي والقهوة بنسبة 20% ونتيجة التراجع المسجلي طالب مهني القطاع بوضع خطة مالية مستعجلة للمحافظة على الصناعة الغذائية وتفادي خسائر مالية كبيرة قد تصل إلى 17 مليار و300 مليون درهم كما شددت الفيدرالية على ضرورة دعم القوة الشرائية للأسر وتعزيز قدرة التلافسية لإصطناعات الغذائية المحلية فضلا عن تحفيز الطلب عبر تخفيف الضغط على ميزانية المستهلكة ودعم الإنتاج المحلية كما طالبت الفيدرالية بتوجيه المستهلكين نحو المنتجات المصنعة محليا ضمانا لاستمرار النشاط الاقتصادي الوطني دوليا حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كولغ من أن أوروبا قد تواجه موجة ثانية قتلة من تفشي فيروس كوفيد 19 في الشتاء المقبل مشددا على أن الجائحة لم تنتهي بعد وأكد أن بدء انخفاض الزيادة اليومية في حالات الإصابة بالفيروس التاجي في بلدان مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا لا يعني أن الجائحة تنتهي لافتا إلى أن مراكز الوباء الآن باتت في شرق القارة مع تزايد عدد الحالات المصابة في كل من روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء وكزاخستان أعلنت الحكومة الإيطالية السبت في مرسوم عن استماح بالسفر من وإلى إيطاليا اعتبارا من الثالث من يونيو القادم كما سيسمح بالسفر عبر المناطق وبرفع حذر التنقل بين الأقاليم انطلاقا من اليوم نفسه وقد كانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفرض قيودا صارمة لمنع التنقل على الصعيد الوطني في مارس وسجلت البلاد أحد وثلاثين ألف وستمائة حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ الكشف عن تفشي الوباء في الحادي والعشرين فبراير الماضي وأسعت بعض المناطق إلى عودة أسرع لكن رئيس الوزراء جوزي بيكونتي أسر على أن العودة التدريجية إلى الوضع الطبعي لمنع موجة ثانية من العدوى بالفيروس كلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا المغربي منصف أسلاوي الرئيس السابق لقسم اللقاحات بشركة غالكسو سميث كلاين كلفه بمشروع تطوير لقاح ضد فيروس كورونا ويأتي هذا التكليف بعد أسبوعين من إعلان الرئيس ترامب عن عملية تهدفه إلى تسريع إنتاج لقاح مضاد لكوفيد-19 وتنظيم خطط توزيعه وكان البروفيسور أسلاوي وهو حاصل على دكتوراه في علم الأحياء الدقيقة والمنع من جامعة بركسل الحرة أكمل دراسته بعد الدكتوراه في كليتي الطب في جامعتي هارفرد وتافيد وينتظروا أن يضم الفريق العلمي الذي يشرف عليها أسلاوي مسؤولا رفيعا من البنتاجون وهو الجنرال جوستاف بيرنا وذلك لتكليف التعاون بين وزرتي الصحة والدفاع من أجل تطوير لقاح فعال لفيروس كورونا بأسرع وقت ممكن رياضيا أعلن فريق مرودية وجدال كرة القدم أن المبلغ الإجمالي الذي حصل عليهم من عملية بيع التذاكر الخاصة بالمبادرات الافتراضية التي نظمها لمواجهة جائحة فيروس كورونا يقدر بـ 300.550 درهمان وأصدر الفريق المنتمي لمنطقة الشرق بلاغا نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تقدم من خلاله الفريق الوجدي بالشكر لكافة مكونات الفريق من لعبين ومسيرين وجماهير وكل المستشهرين لمساهمتهم في إنجاح المبادرة التي ستخصص مداخلها لدعم الصندوق الوطني لمحاربة فيروس كورونا بعد شهرين من التوقف بسبب جائحة كورونا تعود الحياة لبطولة الدور الألماني لكرة القدم البوندازليغا اليوم وسط متابعة عالمية وإجراءات احترازية مشددة في مواجهة وباء كورونا المتفش عالميا وخلال الأسبوع الماضية لم يفلت سوى عدد قليل للغاية من بطولات الدور المحالية من حالات تجامد والشلال التي أصابت رياضة العالمية وستتشد هذه المباريات اهتمام العالم التقرير من أعداد بلال البجديني بعد أن هجرت الملاعب وتوقفت الحياة الرياضية على غرار باقي المجالات الكرة تعود إلى الدوران من جديد رغم أزمة كورونا التي تعصف بالعالم ككل الحياة تدب مرة أخرى في شرايين وعروق المستديرة من بوابة ألمانيا التي تحدت الجائحة وأبت إلا أن تتشبث بالأمل وتعيد البسمة إلى وجوه من تخفق قلوبهم بعشق كرة القدم البداية بمباراة تشد أنظار العالمين دير بيررور بين بروسيا دورتموند وشالكي يمتلك تاريخا كبيرا وحافلا بالدراما والعواطف والنتائج الاستثنائية لكن مباراة اليوم تكتسي طابعا آخر باعتبارها الأولى مع استئناف البوندسليغا الفريق الأصفر يستقبل خصمه الأزرق دون سخب جماهر ملعب السيغنال إدونا بارك وستجرى المباراة خلف الأبواب الموسدة ومع قيود البروتوكول الصحي وبحضور 300 شخص فقط إن سيجلس بعضهم متباعدين في المدرجات التي تتسع لنحو 80 ألف مشجع بسبب الإجراءة الصحية الاحترازية خوفا من انتشار العدوى في باقي أبرز لقاءة اليوم فورتونا دوزلدورف يستقبل بادر بورن هوفنهايم يواجه هيرتا بيرلين لايبزيتش يحل ضيفا على فرايبورغ أوكسبرغ ينازل فولفسبرغ في حين يستضف أينترخت فرانكفورت بوروسيا منشينغ لادباخ رابطة الدورية الألماني والأندية تأمل في أن تسير كل الأمور طبقا للخطة وأن تستطيع الفرق المشاركة تجنب الدخول في حجر صحي كامل بقرار من السلطة الصحية والطبية حال ظهور حالة إصابة بوباء كورونا بين المشاركين في هذه المباريات وهو ما سيضع الموسم الحالي في مهب الريح ختام النشر وهذا تذكير بأبرز عنوينها تسجيل 29 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6681 فيروس كورونا يفرد على المستشفيات تدقة خلال عمليات التنظيف والتعقيم والمغربي منصف أسلاوي رئيسا لبرنامج تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا معدكم بعد قليل مع نشرات أحوار التقص لها قراءة في أبرز عنوين الصحف الوطنية والدولية مع فاطمة زهراء دورات دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر